وكان الرئيس السيسي قد تفقد فجر اليوم الأكاديمية العسكرية حيث شارك طلبة الكلية في عدد من الأنشطة والتدريبات كما شاهد عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري وفقا لأحدث نظم الأعداد والتأهيل المتطورة وقام الرئيس بتفقد عدد من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على حمام السباحة التعليمي وميدان اللياقة المتطورة وميدان الإعداد البدني المفتوح وميدان محاكى المعركة الذي شاهده سيادته من خلال تنفيذ الطلبة لتمرين الرماية بمحاكي الرماية الذي يحقق الواقعية في تنفيذ التمرين وكذلك المرور على ميدان التحدي كروسفات وقسم الفروسية وميدان التحميل وأشهد سيادته بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقي للطلبة المستجدين ترجمة نانسي قنقر